وجودة قبل الصراع كما وصف البيت الأبيض الهجمات الصاروخية للحوثيين على السعودية بأنها تهديد للأمن القومي الإقليمي يذكر أن الميليشيات الانقلابية أطلقت صاروخا باليسيا قبل يومين وتم تصدي له هذا وكانت الولايات المتحدة اتهمت إيران بإمداد الانقلابيين الحوثيين في اليمن بصاروخ أطلق على السعودية في يونيو الماضي أو يوليو الماضي ودعت الأمم المتحدة إلى تحميل تهران المسؤولية عن انتهاك قرارين لمجلس الأمن وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هالي إن المعلومات أظهرت أن الصاروخ الذي أطلق في يوليو إيراني من طراز قيام ووصفته بأنه نوع من الأسلحة التي لم تكن موجودة في اليمن قبل الصراع دعوات لتحرك دولي أطلقتها واشنطن لوقف دعم إيران للميليشيات في اليمن بصواريخ تطلق على السعودية نيكي هالي مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة قالت إن المنظمة الدولية عليها تحمل مسؤولياتها إذا انتهاك طهران لقرارين لمجلس الأمن وحضت هالي شركاء واشنطن في الأمم المتحدة على اتخاذ الإجراء اللازم في مواجهة إيران هالي نوهت إلى أن تقديم الحرس الثوري الإيراني أسلحة للميليشيات في اليمن انتهاك لقراري مجلس الأمن بشأن اليمن وإيران رقمي 2216 و221 مندوبة واشنطن ذكرت أن معلومات قدمتها الرياض أظهرت أن إيران أمدت الحوثيين بصاروخ قيام الذي أطلق على السعودية في يوليو الماضي وأن الصاروخ الذي أطلق السبت على الرياض ربما يكون إيرانية المنشأ أيضا وفق قولها مشيرة على أن هذه الأنواع من الأسلحة لم تكن موجودة في اليمن قبل الصراع طلعت موسى العربية ضرر الرئيس الإيراني حسن روحاني الهجمات الصاروخية التي تشنها ميليشيات الحوثي من اليمن على السعودية وذكر أن ما وصفه بالعدوان هو السبب روحاني قال إن دولا كبرى لم تتمكن من المساس بإيران لقوتها ومكانتها حسب تعبيره توقفت الدراسة في جامعة صنعى نتيجة لحالة الشلل التام التي تعيشها العاصمة اليمنية لليوم الثاني على التوالي بعد توقف حافلات النقل العام وحركة المواصلات وتزامنت مع ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات في السوق السوداء التي يديرها الحوثيون حيث بلغ سعر صفيحة البنزين سعة العشرين لتر اثني عشر ألف ريال يمني وصفيحة الديزل ثلاثة عشر ألف ريال يمني واستوانة الغاز ستة آلاف ريال وتبعا لذلك ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بحسب مصادر تجارية بنسبة مائتين في المئة مع انهيار قيمة الريال اليمني إلى أذنى مستوياته مقابل العملات الأجنبية وبلغ سعر صرف الدولار أربعمائة وثمانية وثلاثين ريالا يمنيا شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غرات مستهدفة معسكرات وثكنات الميليشيات الانقلابية في صنعها ومناطق المواجهات في عدة محافظات وكانت الساعات الماضية شنت طائرات التحالف غرات استهدفت مخازن أسلحة ومنصة إطلاق الصواريخ في قاعدة أدليمي أو الديلمي الجوية القريبة من مطار صنعا أضافت أو إضافة إلى قصف مدرسة الحرس الجمهوري ومعهد الشرطة الجوية وفي المقابل ارتفعت حصيلة القتل جراء القصف الجوي لمعسكرات تدريب للحوثيين في منطقة هران بمديرية أفلح اليمن بمحافظة حجة لتصل إلى أكثر من ستين قتيلا كما يعتقد بسقوط قيادات عليا للحوثيين في هذه الغرات وفي جبهة نهم القريبة من عاصمة صنعا أكدت مصادر عسكرية أن تقدما جديدا أحرزته قوات الشرعية خلال الساعات الماضية وتقدمت إلى منطقة بني فرج باتجاه نجيل بن غيلان طمانت السلطات السعودية شركات الاقتصادية المحليين والأجانب وأكدت أن الحكومة حدثتها